بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأشرفان الأنوران الأعطران الأزهران على سيدنا وسندنا وحبنا وحبيبنا ومولانا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومواله في مبدأ كل أمر ومنتهى قال تعالى وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ إذن شكر النعم من أجل النعم التي امتنى الله عز وجل بها على عباده الصالحين ومن أقرب القربات أن يشكر العبد ربه تبارك وتعالى على كل نعمة أنعم بها عليه والشكر يزيد النعم كما بيّن ربنا تبارك وتعالى وقد مدح الله عز وجل الخليل إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام فقال تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وقد مدح نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام فقال تعالى ذريّة من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا الشكر يوصل الإنسان إلى الرضا وإلى كمال الرضا وإلى الاستعانة بالله عز وجل ويعرف الإنسان قدر النعم فيشكر لربه تبارك وتعالى وقد بيّن ربنا عز وجل في القرآن فقال أنشكر لي ولوالديك ليعرف الإنسان قدر من لهم حق عليه في الحياة بعد ربه عز وجل وقد أخبرنا المصطفى صلى الله عليه وسلم عن هذه القيمة وعن هذا الخلق فقال لا يشكر الله من لم يشكر الناس وقال صلى الله على حضرته من أزدى إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تستطيعوا مكافأته فادعوا له حتى تظنوا أنكم قد كافأتمون وفي هذا المقام وفي هذه الأحاديث يعلمنا المصطفى صلى الله عليه وسلم قيمة الشكر كيف نشكر لمن يقدم إلينا الخير ويمد إلينا يد الخير فعلينا أن نشكر لله عز وجل على كل نعمة أنعم بها علينا وعلى رأس هذه النعم نعمة الأمن والأمان الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ وقد تحدث ربنا تبارك وتعالى عن إلف النعمة فقال لإيلاث قريش إيلاثهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف وقد تحدث الخليل إلى قومه بمقام الشكر فقال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مردت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين ربها بلي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم كل هذه الأحوال هي التي أدت إلى الشكر وإلى الرضا والقناعة بما قسم الله وقد أخبرنا المصطفى صلى الله عليه وسلم عن الرضا فقال وَارْضَ بِكُلِّ مَا قَسَمَ اللَّهُ لَكُ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ أُسْكُرْ تُسْكَرْ وإذا قدمت للناس شكراً قدموا لك الخير والفعل الحسن وإذا قدمت للناس زجراً كرهوك ونفروا منك وإن من الأخلاق الحميدة أن نشكر الله تعالى على جل النعم التي نعيش فيها الآن فقد تحدث المصطفى صلى الله عليه وسلم فقال فَمَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ آمِنًا فِي سِرْبِهِ مُعَافًا فِي بَدَنِهِ عِندَهُ وَقُوتُ يَوْمِهِ فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَافِرِيَا هذا الحديث يدعون إلى فهم النعمة وإلى شكر النعم وإلى المسارعة أن نشكر الله تعالى على ما أعطانا من خير وما بدل من صحة وستر شكر الله تعالى على نعمة الستر شكر الله تعالى على نعمة الأمن والأمان شكر الله تعالى على نعمة الوطن شكر الله تعالى على نعمة الصحة شكر الله تعالى في كل الأحوال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذاك لأحد إلا المؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الشاكرين وأن يحفظ بلادنا من كل مكروه وسوء وأن يجمع شملنا وأن يوحد صفوفنا وأن يكتب لنا وللمشتاقين زيارة عاجلة إلى بيته الحرام وصلاة في مسجد الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام وأن يأذن لنا بالحج وبالوقوف على جبل عرفات هذا العام اللهم يا عالم السر منا لا تكشف الستر عنا وعافنا وعفو عنا وكن لنا حيث كنا يا رب المشعر الحرام ورب الركن والمقام أبلغ حبيبك المصطفى منا ومن أحبابنا ومن دوينا السلام يا عال من لا يعلم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم